وإلى الشرقية حيث أطلق مجهولون النار على أمين شرطة أثناء عودته إلى منزله بقرية بردين التابعة لمركز الزقزيق بالشرقية مما أسفر عن استشهاده بتلق النارين في الصدر وقال مصدر أمني أن أمين الشرطة استهدف أثناء عودته من عملي وكان مرتديا ملابس العمل مشيرا إلى أن التحريات أفادت بأن الحادث سياسي وليس جنائي وفي نفس السياق تكثف الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأمن الوطني من جهودها للقبض على مرتكبي الواقع بدأ الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء والوفد المرافق له اليوم مباحثات استثمارية واقتصادية وتجارية مع المسؤولين السعوديين بعد أن وصل الببلاوي صباح اليوم كما يلتقي الببلاوي عددا من المسؤولين السعوديين على رأسهم وليل عهد الأمير سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات السعودية المصرية كما يلتقي رئيس الوزراء الجالية المصرية في السعودية للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالمستقبل السياسي المصري هذا وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا يتم بموجبه معاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا وتتراوح العقوبة ما بين ثلاث سنوات إلى عشرين سنة ودعا خادم الحرمين الشريفين إلى تشكيل لجنة تتكون من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والعدل بالإضافة إلى ديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام تكون مهمتها إعداد قائمة يتم تحديثها سنويا حول هذه الطيرات والجماعات كما دعا قيام وزير الداخلية بالرفع له كل ما تم القبض عليهم والضبط والتحقيق والادعاء للجرائم المنصوص عليها ضمن الأمر الملكي